السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتتبعين المشاهدين الآيساء القناة أبراهيم للعقارة المكناس اليوم سنكترح لكم عقار التي توجد في الحي اللي هو وغني على التعريف فحنا حاليا تنتوجده من القرب من المركز التجاري أسيمة اللي حاليا تسمى مرجان فحنا من القرب من الحي قرطبة للحي والجزئة والموجماء السكن اللي تنتوجده في حاليا تسمية نتعوه بالغرفة واحد كما تنشوفوا عندنا مدرسة خاصة الامتياز اللي عنده هذا الحي هذا هنالتي يدخلوا لها للناس اللي ساكنين كان بالأساس بالبريير بالنسبة للسيارات عندنا جوج في الطبق وبناء كما لاحظنا في الفيديو Air Plus 1 كان سفلي وكان طبق الأول بالنسبة لهذا الشوق تتواجد في الطبق الأولاني المساحة الإجمالية نتعى 75 متر ثمان المقترح 37 مليون قابل للنقاش الشوق عنده إطلالة مفتوحة تتوفر لنا هذا الشوق على صالون اللي احنا تتواجدو فيه حاليا وجوجد لغوراف نتعى النوم مطبخ بوحدة لطيارات كما تلاحظوا كما تلاحظوا كان الشارع الكبير وكان أنفس معنا الصور السماعيلي اللي الظهر نتعى من الجهة الأخرى كين حية زيتون حية مأمن ومجموعة نتعى الانتيازات اللي كين في العقار نتعى اليوم بالنسبة سواء شقة الاشريتيا الاستثمار الكراء فالسماع الكرائية طلعشي شوية بالنسبة لهذه الحية هذا ولا بالنسبة للسكن اللي أبغيتي تخلي وليداتك في واحد المكان اللي هو هادئ وقال فعلا دخلها مباشرة تطلقوا الصالون للذكر حتى بالنسبة الناس اللي عندهم عقارات اللي بيع فحنا تنشغلوا حتى على شقة المستعملة إذا كانت شقة مناسبة فالأحياء اللي تنشغلوا علىها ويكون الثمن معقول فممكن تنشغلوا على العقار متعك ندخلنا مباشرة كما لاحظنا عليه الدينالي من القناة الصالون هنا دي لقاء الغرفة رقم واحد حتى بالنسبة للغرفة على المساحة كبيرة فنيسيون عادية ممكن الإنسان يزيد إلا بغير يصلح لأن العقار عندهم مجموعة المتيازات كما ذكرت الموقع الاستراتيجي الإطلال المفتوحة الشقة تبارك الله والثمن مناسب كما ذكرت مقارنة مع الموقع صراحة الشقة يخصى قليلاً الإصلاح لا يوجد شيئاً مثلاً الصبغاء لا يوجد قليلاً الإصلاح في الأليمنيوم والنجارة ونطبق حتى يخصوا واحد قليلاً على الإصلاح لأن الموقع ما تتعود المعمر في هذا البروجيه يجب أن يأتي لكن ما لاحظنا بين البني ومجمع سكني محروس تدخلوا الغرفة الرقم واحد اللي صورنا تقريباً تتعادلها في المساحة أو الكبرية كما لأخذنا الغرفة الرقم واحد فيها البلاكار الغرفة الرقم جوج وكذلك وعندنا مطبق بالإضافة التاراس ومساحة كبيرة كما ذكرت بالنسبة للناس اللي ماتمين بعض العقارة فقط كيف يهم الاتصال بنا لكي نتقلوا معهم هذا العقارة مباشرة كما ذكرت العقارة اليوم للسكن والاستثمار لأن من القرب قريب من الكلية العلوم اللي كما تعرفون أن السومة الكرائية الغرفة في هذه المنطقة السومة طالعة شوية مقارنة مع الاحياء اللي بالجوار خاصة اللي بغي يخلي ولداته مثلا في السكن اللي يكون هاني مثلا كاللي تكون عنده بنيات لا يسخار ولا بنت اللي تقرأ هنا في الجامعة فيفضل أنه يخليها في واحدة بلاسة اللي تكون من أكثر بالنسبة له الغرفة 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 عنده مجموعة الخاصية اللي متى اللي قومش في عقارات وحدة الخري هذا المطبخ اللي كما اذكرت ممكن إنسان اللي بغي يزيد يصلح ممكن بغي يسكن في العقار كما هو فرمز الف واحدة الحلال اللي صالحها للسكن ونحن عندنا المطبخ هذا هو العطيراس اللي بالنسبة للسيد اللي كان السكن فضل أنه يغطيه بزاج من الفوق وخلاله هنا فداء انفاس معاك الذي يخلي على شكل الطيراس بحل شكل بلقون يبقى الاختيار كل واحد عندنا في هذا الكلور الحمام عندنا بحل شكل بلقر هنا العقار كما لاحظنا نضوم زيان مهوي شوكا لما فيه لكور الإطلالة كاملة على الشارع بالنسبة للناس التي يفضلوا الأحياء الجديدة في احتيام طفرة تنتمنى العقار نتاليومان كنوا صفتوا كما هو كان معكم أخكم إبراهيم دمتم في رعية الله وإلى شقة أخرى وعقار أخر إن شاء الله دمتم في رعية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر